تحت رعاية رئيس الجمهورية نظمت وزارة الداخلية الملتقى السادس لطلبات وطالبات المناطق الحضرية بالعاصمة الإدارية وذلك للتعرف على منشآتها ومرافقها التي تجسد إرادة المصريين في بناء الجمهورية الجديدة لما الدنيا تقول لي افرحا فرحا فرح ومن الأل تنطلق المبادرة الجديد برعاية رئيس الجمهورية إلى آفاق جديدة من النجاحات في مواصلة ترسيخ الانتماء الوطني لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة محطة عدل منصور التبادلية العملاقة هي نقطة البداية للملتقى السادس للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية عيس استقل الشباب القطار الكهربائي الخفيف والذي يعد أحد عناصر منظومة النقل النظيف في مصر باتجاه محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة كانت هي مقصد الملتقى السادس لمبادرة الجديد ليرى الشباب حجم الإعجاز والإنجاز في هذا المكان الذي تحول في أقل من سبع سنوات من رمال إلى مدينة ذكية تتباهى بمنشآتها وطرازها المعماري وأحيائها المتنوعة بدأ الشباب جولتهم بالعاصمة الإدارية بزيارة مسجد الفتاح العليم ويعد أولى الإنشاءات البنائية في العاصمة الإدارية صدر الأمر بإنشاء مسجد الفتاح العليم يوم 6 يناير سنة 2017 وتم افتتاح المسجد يوم 6 يناير سنة 2019 خدنا كام؟ سنتين وده معناه أن كل الطاقات الممكنة وكل القدرات الممكنة اشتغلت وتكتفت وتعاونت لكي تبرز له هذا المظهر والمنجز الحضار تضمنت الجولة زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح والتي كان افتتاحها في ذات توقيت افتتاح مسجد الفتاح العليم الدولة حريصة على أن هي بتثبت فكرة الوحدة الوطنية أننا كلنا شعب واحد دي فكرة مهمة جداً أن الدولة نفسها تكون أول مشروع لها في مكان كان صحرة تماماً أنها تبني جامعة وثنيسة تعلمنا في المبادرة يعني التسامر وأننا كلنا واحد وبنعيش في وطن واحد وتعلمنا في المحضرات يعني إيه الوسطية ويعني إيه حرة الاتقابة أنا فرحان إن أنا جيت وزورة القدرائية وزورة مسجد الفتاح العليم وعرفونا في المبادرة إن الاتنين تبنيوا في فقت واحد وده يأكد إن إحنا هنا في مصر نسيج واحد وتوجه الشباب إلى مركز مصر الثقافي الإسلامي حيث شاهدوا مسجد مصر والمصمم على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بروح الحداثة والعصر ويعد سالس المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين كما يضم المركز داراً للقرآن الكريم نقش فيه القرآن كاملاً في سلاثين إيواناً بسواعد وأياد مصرية وبضقة كبيرة رواعة من رواعات العاصمة الإدارية إن إحنا نشوف المصحف الشريف منحوط على الجدران وإن إحنا شفنا مصحف سيدنا عصماني بن عفان أول مصحف يعني ودي كان حاجة عمري متوقعة وأنه كان حلمي بالنسبة لأنني أجل العاصمة الجولة التي استمرت على مدار خمسة أيام بالعاصمة الإدارية شاملت مدينة الفنون والثقافة والتي أنشئت لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في مصر بمكوناتها الفريدة أهمها قاعة الأبرى متحف عواصم مصر ومكتبة العاصمة الإدارية مجموعة من الصروح العظيمة جداً من أجل مستقبل مصر ومستقبلكم منكم شخصياً عشان تتعرفوا على ثمون بلدكم اللي مش بس بننهلكم بننقلها عن طريقكم للعالم كون مجلس النواب أيقونة معمارية فاريدة في العاصمة الإدارية توجه إليه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لمعرفة كيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي واستمعوا إلى آليات عمله ومراحل بنائه وقد حصل المجلس على أفضل مشروع إنشائي عربي عام 2021 بنرحب شباب المبادرة في مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة ومهم جداً هم يجوا ويتعرفوا على المجهود اللي بيتعامل في العاصمة الإدارية والحقي الحكومي عرفنا النهاردة أن المجلس النواب ليه سلطة تشريعية وسلطة رقابية ودي معلومات كويسة هنعرفناها النهاردة أجيال طلع في مصر جديدة بدحكة جميلة ترك الأل وعلى بعد أمطار قليلة من مجلس النواب كان المقر الجديد لمجلس الشيوخ حيث تعرف الشباب جي الجديد على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة وشاهدوا قاعة المجلس الرئيسية مأخرة جداً أننا مشاركة في المبادرة دي لأنها بتعلمنا حاجات كتير وكل مرة باستنى المبادرة هتفجئنا بإيه وهتعمل إيه حاجات جديدة اتعلمت في مدر كلنا واحد جيل جديد أن السلطة التشريعية بتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجلس النواب هو اللي بيشرع القوانين ومجلس الشيوخ هو اللي بيراجح ولما روح أقول آلي لازم ينزلوا في الانتخابات علشان يختار أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحرصت مبادرة جيل جديد على استحاب الشباب إلى مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي وأتيحت لهم الفرصة زيارة القاعة المخصصة لعقد جلسات مجلس الوزراء من خلال زيارة البراعم وزي ما شفنا النهاردة ومروا على مجلس الوزراء وشافوا الحي الحكومي كله في انتقال الحكومة من القاهرة العاصمة الإدارية جديدة شافوا زي فيه تخطيط جديد بيحصل سواء على مستوى المباني وسواء أيضا على مستوى التحول الرقمي والربط ما بين الوزراء المختلفة احنا تعلمنا في المبادرة حاجات كتير منع مجلس الوزراء بيمثل سلطة التنفوذية في مصر المجلس الوزراء بيكتمحنا كل أسبوع علشان خطط لنا مستبعنا لما تشوف أفضل حال فيك يحموا يبنوا اليوم التين وليك يا مصر يردوا الدين لك لبلدنا بالأعمال ومع استمرار الأعمال الإنشائية في البرج الأيقوني كانت فرصة للشباب لزيارة هذا المعلم المتميز والذي يقع بحي المال والأعمال ويعد أكبر الأبراج في أفريقيا مجسدا إرادة المصريين في البناء والتنمية المبسوط أود أننا جئت إلى عاصمة الأدارية هنا في برج الأيقوني ما كنتش متخللاتنا أنه هو يكون بالشكل ده وبالدخامة ده بشكر الرئيس عبدالفتاح السيستي لم يخلينا نشوفي الإنجازات والتاريخ بلده وتحت أطول ساري عالم في العالم التقط شباب جيل جديد صورا تذكارية حيث يعد هذا الساري جزء من ساحة الشعب والتي تعتبر من أبرز المعالم الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتضم النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعوني ومدون عليه أسماء شهداء مصر مبسوطة جدا برضو أننا بصينا على ساحة الشعب وارفنا حاجات فهو أكتر وبجد مناظر طحفة بجد والله العظيم مناظر طحفة أنا مبسوطة اللواء إحنا بجد بردنا حاجات زي كده مبسوطة أن سيادة الرئيس فكر نعمل مبادرة زي كده مبادرة غيرت في شخصيتنا كثير جدا خليتنا طموحين وبنبص الأحسن حاجة دايما كما قام الشباب بجولة بالنهر الأخضر وهو سلسلة من الحدائق الخضراء والبحيرات الصناعية وأقيم كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية تحية كل إيد مصرية أن هي قادرة تحول الصحراء دي للجمال ده كله والحاجات الخضراء دي شكلها منظرها تخليه بالجميلة وعلى هامش الملتقة السادس لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة تم تنظيم ندوات ثقافية لهم بالحي الحكومي حول العاصمة الإدارية وأهميتها ومراحل إنشائها أنا اسمي صابرة أحمد من حي معا وكنت عايزة أعرف إزاي منشآت دي كلها اللي في العاصمة الإدارية الجديدة تبنيت إزاي في سبع سنين الإرادة، المعافرة، صح أو ما الصح؟ ده الوقت قصير، مش هننام بدل ما وردية واحدة تشتغل سبع ساعات، إتناشر ساعة تشتغل تلت ورديات في اليوم العمل شغال 24 ساعة نحن بنشتغل في المبادرة، بنشتغل على جنة الفكر كيف يمكن صياغة فكر مبدع، فكر المستقبل القدرة على استشراف المستقبل هو ده اللي بيبني الأمم فخورة جداً إن أنا في المبادرة الجيل الجديد كلنا واحد وحب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر وخلال لقائه بشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية عن مكافأة للطلب المتفوقين نحن نخصص لكم عشر منح دراسية إن شاء الله سنة جاية للمتفوقين في السنوات العامة إنهم يجوا ونضموا لوسرة العاصمة ويتقدموا للجماعات هنا وإحنا بنتكفلين بكل سنوات الدراسة بكل المصاريف، بكل ما يحتاجونها وكل حاجة أهم رسالة طبعاً نحن نريم جودة حياة المستقبل، جودة الحياة هي دا الفرق، يعني هو دا نحن نريم النهاردة الشكل الجديد للجمهورية جديدة نريم مصر عمل إزاي في المستقبل إنه هو دا مستقبلهم، نحن جاهز ليهم أمه أمه اللي هيكبله وأمه اللي هيستفيده بالحاجات دي كلها أمه اللي هيشوفه مستقبل عمل إزاي اختتم الملتقى فعلياته بحفلة طرفهية سادها أجواء من البهجة والفرحة كما أقيمت مسابقات رياضية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية شهدت تنافساً بين شباب المناطق الحضرية وإبراز مهاراتهم الرياضية بحضور عدد من الرياضيين استمتع خلالها الشباب بالأجواء التنافسية المتميزة هنشوفوا الدربة الحرة اتلعبت ودي تزديده ودول دول دول اللي عجبني في المبادرة دي إنها بتهتم بالإنسان وبتهتم بالشباب وبتهتم بأبناء المدن الحضرية شوفت ده شباب كويس جداً مبشر جداً بنخيل يعني حسيت إن ناس تحط عليها سبط مكادش موجودة في الصورة وده الشيء المهم جداً بتاخد بالك من أولاد صغيرين والإنت بتدعم أولاد صغيرين والإنت بتوقف جميعهم وتعلمهم وتلعبهم رياضة دي حاجة محترمة جداً شوفت لعبة مميزة جداً ناردة في اللقاء ده بيعني إن شاء الله بإذن الله عندهم مسابق كويس جداً فترة اللي جاء إن شاء الله نجد نجمه واثنين وثلاثة يمثلوا مصر في المنتخبات الوطنية ويحترفوا في الدول الأوروبية بقى نمزج مشرفة زي محمد صلاح وترزجين وخلال الاحتفالية تم توزيح قائب مدرسية على شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد مصر لما تقولها عدي يبقى مش ممكن تهدي مصر حلفة مش هترجع إلا لما الفجر يطلع ونهار للدنيا يلمع مصر مش ممكن هتركع غير الرب العالمين والجوامع والكنيس مفتوحين اسألوا التاريخ وشوفوا غير الجند مين مصر صحية كل حين صدرت علم وحضارة عبر آلاف سنين عشت يا أم الدنيا دايما أزهاري فوق الليبين ساهمت مبادرة جيل جديد في الارتقاء بثقافة وأفكار شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية رصخت فيهم المفاهيم الفكرية والثقافية وعرفتهم بالإنجازات المختلفة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومنشآتها وإنجازاتها التي تعتبر انطلاقا للجمهورية الجديدة عبدالله بركات التلفزيون المصري